نعود إلى الرباط ونسأل إحدى الطالبات آية أخبرين عن رؤيتك حول موضوع خلقتنا اليوم حول الجسور بين شباب البلدين مرحبا أنا اسمي آية مديمخ نعلم أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب هي علاقة من زمن قديم الدولة المغربية هي كانت أول دولة التي اعترفت باستقلالية الولايات المتحدة الأمريكية كانت في سنة 1777 وهذا هو اللي خلق أن الولايات المتحدة تكون وتتقوي من العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من هذا الوقت شاركت وعقدت عقود مع المغرب كي تبين لهم وتوضح لهم أن تمنحهم الشكر على اعترافهم باستقلاليتهم باستقلالهم عفوا وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الوقت فهي تترك علاقة ودية ومحبوبة مع المغرب شكرا آية نتحول من آية إلى كيرا كيرا ماذا يعني التمدرس اليوم في جامعة كبيرة وفي هذا العهد الإلكتروني قدمت لعدة جامعات لأنني لم أكن متأكدة ما الذي أود دراسته وانتهى بي الأمر في اليو أن دي بسبب البرامج المقدمة هنا أمي درست هنا وكذلك أجدادي وبالتالي أحببت مواصلة هذا الموروس بتصفحي للإنترنت أظن أن به فرصا كبيرة للتعلم ومعرفة المزيد عن المغرب ولكن لا أظن أنه يوازي مشاهدته على الحقيقة وكما أرى أن السفر إلى بلد يجعلك تندمج في ثقافته خلافا لمجرد مشاهدة فيديوهات وهناك فارق يكمن في الإحساس وملامسة الأشياء ورأيت عبر الإنترنت أن هناك شلالات جميلة في المغرب وبالتالي فالذهاب إلى كل هذه الأماكن يختلف عن مشاهدتها عبر الكاميرا لو سمحت الظروف بالذهاب إلى هذه الأماكن ومتابعة أخبار المغرب بشكل يومي فثقافيا أظن أن هناك بعض الاختلاف الذي لا يمكنني تحديده وسيكون من الهام معرفة حياتهم اليومية وتحديات التي يواجهونها مقارنة معنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر